رجعنا لكم تاني طبعا بيسعدنا هنا وبشرفنا في السوديو نجوم نادي الإسماعيل كابتن أحمد محسن رحب بيك حبيبا كابتن أنا براحب بيك وتشرف بيك دايما ودايما منور انت القنوات المصرية الله يخليك وطبعا كابتن عصام صبحي براحب بحضرتك حبيبي أهلا بحضرتك ومنور الدنيا كلها وبنستمتع بيك ده نورك وكل سنة وانتو طيبين ويا رب كده يامك كلها تبقى خير وصحة وسعيدة طيب احنا عايزين نتكلم بقى في محاور كتيرة وامور كتيرة وملفات كتيرة في ما يدور في أروقة نادي الإسماعيل بس خلو نتكلم كده بشكل عام أخبار نادي الإسماعيل ايه؟ راضيين ولا مش راضيين في تحسن مفيش تحسن يعني كناس بتلعب في الملعب بص اقول له هذاك حاجة هو ممكن التحسن والحاجات دي كلها مش احنا بس كلعبة اللي ممكن نبقى شايفينها الناس حتى وكلام الناس عن النادي حاليا غير السنين اللي فاتت ممكن في حتة الأداء ممكن في حتة ان انت السنة دي مش طبعا ده مش وضع النادي ده عمرنا ما هنقول ان ده وضع النادي الإسماعيلي طبعا طبيعي بس على الأقل في بوادر تخليك ان انت شايف ان الأمور لأ ماشية في صياق كويس بوادر دي ممكن تشوفها ان طبعا كنا بنمر بأزمة في أول السنة فده خلق عندنا حتة ان انت بتشوف دلوقتي ناشئين بتطلع لعبة كويسة طالعة موجودة مع طبعا لعبة كبيرة جدا وقسامة كبيرة جدا موجودة بتشوف ده في الأداء بقى بتشوف ده طبعا في أداء الفرقة وطبعا إن شاء الله بإذن الله النتائج تنعكس بقى كمان على الأداء ده كمان بإذن الله فالأمور تبقى ماشية أحسن كمان الفترة الجاية إن شاء الله طب قولي يا كابتن أحمد وجود كابتن أحمد سليمان على رأس الإدارة الفنية لكرة القدم في نادي الإسماعيلي شايف اللداء ده ووجود عماد سليمان أضاف أها طبعا طبعا كابتن أحمد هما الزمن اللي قوله لهاب جلال طبعا كابتن هالكالب ومدهرض الفنية لا هاف جلال كالب كان linguظم الإدارية والفنية هو رابط ما بين الاثنين هو الرابط ما بين الإدارة والكابتن إهابو الجهاز فني طبعا وجوده فريق جدا أكثر من السنين اللي فاتت هو طبعا تولى الإدارة الفنية الإدارية من آخر الموسم اللي فات ففي الفترة اللي الكابتن عماد سليمان كمتعوجد فيها طبعا فيه أمور كتير قوي تحسنت في النادي بدأ يحل مشاكل لعبة مادية كتير وبدأ يحله طبعا أزامات القيد والسنانية الموضوع المادي أفضل بكتير المشاكل المادي أفضل بكتير من السنة اللي فاتت واللي قبلها زي ما كان يقول كابتن عصام أنه إحنا مش بنقارن وضع النادي الإسماعيلي اللي هو المفروض اللي هو يكون عليه يعني بنقارن يعني أنه هو فيه السنوات الموسم اللي قبل كده كان مهدد بالهبوط دلوقتي هو تقريبا فيه المركز الـ 13-17 نقطة لو أنا فاكر صح يعني مش ده المأمول يعني بس أكيد إحنا بنسعة